كلنا عارفين ان احنا عندنا الاربع عندية الاهلي وبرامجز والزمالك وفيوتشر وطبعا تمثيلهم لمصر فيه البطولتين دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية طبعا احنا عارفين بطولة دوري ابطال افريقيا بدأت النهاردة الجولة التانية اتلعب مبارتين بكرة هتستكمل المباريات بست لقاءات هنشوف يوم الحد مشاركات زمالك وفيوتشر فيه بطولة الكونفيدرالية خلينا ابدأ مع حضراتكو بالماشين اللي اتلعبوا النهاردة النهاردة في المجموعة التالتة وفوز كبير ومهم للهلال السوداني على فريق الترجي التونسي 3-1 وفي نفس الوقت في المجموعة الرابعة وطبعا هي مجموعة النادي الاهلي وميدياما الغاني بيفوز برضو فوز مهم على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 ميدياما ميدياما يمكن المباراة الاولى وخسر مباراته قدام النادي الاهلي 3-0 في الوقت اللي شباب بلوزداد قدر ان هو يفوز على يانج افريكانز برضو 3-0 وبيشارك استدارة للنادي الاهلي النهاردة ميدياما خلينا نقول مش مفاجأة على المستوى اللي قدموا ميدياما قدام النادي الاهلي خصوصا الشوت الاول الناس كانت متوقعة ان فرقة ميدياما هتبقى اقل من كده بكتير ولكن عملوا شوت اول قدام النادي الاهلي كان شوت كويس وشوت محترم حتى خلال سير احداث اللقاء ايد الميدياما ان هو يوصل كذا مرة لمرمى النادي الاهلي ولكن طبعا كان محمد الشنويكة العادة في الموعد النهاردة ميدياما اكيد بيعدل الصورة بعد هزمته في المباراة الاولى وبيفوز فوز مهم على شباب بلوزداد الجزائري وبيسجل اول 3 نقاط في المجموع على الناحة التانية طبعا الهلال السوداني وفوز مهم جدا على الترجي التونسي 3-1 كلنا عارفين برضو الترجي كان جاي من انتصار كبير وانتصار مهم في درب تونس على النجم الساحلي وبالتالي واضح من المنافسات ان كل الفرق بتسعى للمنافسة واضح ان احنا هنشوف منافسة جديدة جدا في الاربع مجموعات وطبعا يعني كانت قمة المفاجآت لو نفتكر كلنا في الجولة الاولى وازاي شفنا فريق جونينج جالاكسي البتسواني وازاي بيفوز على فريق بحجم الوداد المغربي على ارضه في المغرب في استاد مراكش الكبير وكانت مفاجأة كبيرة جدا للناس كلها وده بيدينا انطباع ان المنافسة السنة دي هتبقى شديدة خلاص زي ما بنتكلم دايما وبنقول كرة القدم الافريقية كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله وشفنا كرة تنزانية واتكلمنا عن التطور بتاع سنبا وينجا افريكانز وازاي ينجا افريكانز قدر نوصل لنهائي بطولة الكونفادرالية السنة اللي فاتت وهزمته بهدف اعتباري قدام اتحاد العاصمة الجزائري هنشوف ايه الوضع دلوقتي ده بداية زي ما بنقول الجولة التانية بكرة هتستكمل الجولة بقامة ست مباريات طبعا قدام حضراتكم بكرة هيبقى مازينبي في مواجهة سانداونز جوانينجالاكسي بعد مفاجئته في المباراة الاولى هيرجع يلعب في ملعبه قدام سينبا التانزاني نوازيبو بطل موريتانيا في مواجهة تهمنا طبعا كلنا في مواجهة بيرامدز اللي قدر انه هو يحسم الجولة الاولى بعد الفوز على مازينبي الكونغولي برضو المباراة المهمة جدا بالنسبة لنا وهي مواجهة النادي الاهلي مع يانج افريكانز في ملعبه في استاد مكابا الوطني وكذلك مباراة العودة اكيد للنجم السحلي بعد خسارته المباراة الاولى قدام الترجي بيواجه بيترو اتليتكو واخيرا مواجهة اسك ميموزا قدام الوداد اللي طبعا اكيد طامح انه هو يعود اخفاقه في المباراة الاولى على ملعبه قدام جوانينجالاكس زي ما بقول لحضراتكو مباراة هتبقى في منتهى الاهمية طبعا اكيد على وجه الخصوص بيخصنا مواجهات الاهلي اكتر ومواجهة بيرامتز فرقيتين مصري بيمثلوا مصر في بطول الدوري ابطال افريقيا وزي ما بنقول الاهلي قادر انه هو يفوز بالبطولة بيرامتز بالسكواد اللي عنده قادر نفوز بالبطولة على الناحية التانية ما نيجي منتكلم على الزمالك ولا على فيوتشار في مشاركاتكم ونجاحهم في الفوز سواء فيوتشار على السوبر سبورت او الزمالك على ابو سليم برضو الزمالك عنده من الامكانيات هو فيوتشار انه هما يحسموا بطولة الكونفيدرالية هنشوف خلينا نبدأ بكلام على النادي الاهلي نفكر حضراتكم بقائمة الاهلي اللي هتبقى متواجدة قدام يانجي افريكانز طبعا في حراسة المرمة هيكون محمد الشناوي ومصطفى شبير وحمزة علاء خط الدفاع علي معلول كريم الدبيس محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم رمي ربيعة محمد هاني كريم فؤاد خالد عبد الفتاح خط الوسطى هيكون عمر السولية وقاليو ديانجو مروان عطية ومام عشور احمد نبيل كوكا افشا حسين الشحات طاهر محمد طاهر وطبعا في الهجوم هيبقى صلاح محسن وكهربا وبرسي اقتاو ده بالنسبة لقائمة النادي الاهلي اللي هتبقى متواجدة ان شاء الله قدام يانجي افريكانز بإذن الله بكرة واللي منتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي عنده غيابات في لعيبة مش متواجدة نفكر برضو حضراتكم بغيابات النادي الاهلي اللي هتبقى مش متواجدة بكرة في المباريات هيبقى طبعا في مصطفى مخلوف حرس المرمى ده استبعاد فني اكرم توفيق برضو استبعاد ولكن طبعا اكرم توفيق كلنا عارفين ان اكرم قعد فترة كبيرة مصاب وكانت الفترة يعني طويلة وبعد كده ما يرجع ابتدى ياخد في ماتشاط برضو مش من الضروري ان احنا نضغط على اكرم توفيق لازم برضو تبقى العملية بالنسبة له بالتدريج خصوصا ان الاصابة كان في اصابة وطولت ورجع وخد اصابة تانية فهو برضو فكر من الراجل ان هو يريحه شوية وما يدس عليه اول ما يرجع من الاصابة طبعا محمود متولي اصابة في العضلة الامامية فيه برضو استبعاد لمعتز محمد كريم ندفد عنده اصابة في العضلة الضمة كريستو برضو استبعاد فني طبعا ريدا سليم كلنا عارفين ان هو برضو مصاب وحيعد فترة كان مصاب بالراجل في كتفه احمد عبدالقادر طبعا استبعاد فني وطبعا احمد عبدالقادر الفترة الاخيرة طبعا يعني اكيد علامات استفهام كتير على احمد عبدالقادر انتوني مودست اصابة في العضلة الضمة محمد زعلوك المهاجم الشاب وكذلك محمد عبدالمنعم اللي هو يمكن عنده التوقف الكاحل النهاردة في التدريب واعتقد يعني انها اخسارة كبيرة جدا للنادي الاهلي كلنا عارفين ان محمد عبدالمنعم من اللعيبة اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي في خط الدفاع وخلينا نقول انه هو نمرى واحد ونشوف الراجل بيبدل عليه ياسر ابراهيم ببدل عليه ربيعة ولكن يبقى خسارته بكرة في المباراة دي تعتبر اكيد خسارة مكلفة للنادي الاهلي ولكن طبعا كل التوفيق اللي يلعب ويشارك مكانه